صاحة هاي لك عندك بيطاقة جديدة صاحة يرحم والدكم هاكذا يرسل أنا جيت جبت القديمة باش نخرج جديدة هام طاوهمني فم فم سوق فلاس طاوهاني ركي قدامكم هكذا تستقبل المصلحة الخاصة بالانتخابات والإحصائيات ببلدية الجزائر الوسطى المواطنين عم عبدالقادر هو الآخر قصد هذا المكتب لتسجيل اسم زوجته للمرة الأولى في القائمة الانتخابية جيت بس كالزوجة تاعي ما كانش مسجلها في الرجلس تاع البوطن ما جيت شيء ما لجيت عاوجة نسجلها وزيتها ميمطان باش نشوف إلا كان مسجل لأنا ولا ما زال ولا ما يش مسجل وخلافا للمواعيد الانتخابية السابقة فإن الانتخابات المقبلة استفادت من التكنولوجيا الحديثة خاصة في تحيين وتطهير قوائم الهيئة الناخبة والتي تخص المواطنين الذين تم شطبهم من السجلات بالنسبة للذين غيروا مقر سكناهم وزارة الداخلية بعتتنا قرص مضغوط بخصوص الديسي الوفايات حصينا الى الحد الان 1495 دوك الانسان ما يقدرش يسجل زود شخطرات ما مزع ما لكون يسجل زود شخطرات الابليكاسي جديدة تتضبطو الشطب بكري حنا كنا ندماندو كي جي واحد يجي لبلدية جديدة كنا ندماندولو الشطب درك في العصرانة هدية درك ما ندماندولو الشطب المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستمتد الى غاية الثاني والعشرين من هذا الشهر عبر مختلف ولايات الوطن فهل ستلغي هذه العملية كل الشكوك التي تدعي غياب النزاهة في قائمة الهيئة الناخبة